كما وشهد العام المنصرم أيضا زيارات تاريخية لصاحب بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشرقة في عدد من العواصم العربية والغربية جاء جميعها لتأصيل الثقافة والفكر في العالم أجمع لم يكتفي بنشر عبق الثقافة والفنون في الشارقة والإمارات فحسب بل اختار أن تكون زياراته الخارجية أو حتى إجازاته السنوية أيضا للعمل واستكمال رسالته لنشر الثقافة العربية والإسلامية في أرجاء المعمورة إنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كانت جمهورية مصر العربية من أهم المحطات التي توقف عندها صاحب السمو حاكم الشارقة في العام 2015 وتحديدا في إبريل الماضي فبعد استقبال رسمي من رئيسها وحكومتها وشيخ أزهرها الشريف ومسؤوليها وبعد تباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك واعتزاز المسؤولين المصريين بدور صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه المتفاني في خدمة الثقافة والمثقفين افتتح سموه في ذلك الوقت المبنى الجديد لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية في محافظة الجيزة ومبنى دار الوثائق القومية الجديد في مدينة الفستاط بالقاهرة إضافة للمبنى الجديد لاتحاد الأثاريين العرب الذي تكفل سموه بإنشائهم إدراكا من رؤية سموه بأهمية تلك المنشآت لصون الثقافة والتاريخ العربي والإسلامي ليتوقف في تلك الزيارات أيضا لإلقاء محاضرة حول مصادر تاريخ الخليج العربي تلك الزيارة التاريخية لم يتوقف عندها صاحب السمو حاكم الشارقة دون أن يحصد ما زرعه من ثقافة وفكر فتقديرا للدور الرائد لسموه في الاهتمام بالثقافة والعلوم والآداب والفنون والعناية بها في أنحاء المعمورة منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شهادة الدكتورال فخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة القاهرة ذات الجامعة التي أحيى فيها سموه الذكريات التي مضت عليها خمس وأربعون سنة بين مقاعده الدراسية في كلية الزراعة حيث التقى سموه في تلك الزيارة زملائه من خريجي الكلية مدشنا في ذات الوقت أيضا قاعة القاسمي للمؤتمرات وذلك خلال زيارته للمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة وإلى خارج المنطقة العربية وتحديدا في الدول الغربية الصديقة التي أراد أن ينشر فيها صاحب السمو حاكم الشارقة عبق الثقافة العربية والإسلامية حيث كانت العاصمة البريطانية لندن تلك البقعة الثقافية العريقة في أوروبا كانت محطة توقف هام لسموه في العام 2015 حيث افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة معرض لندن الدولي للكتاب ملقيا سموه كلمة نيابة عن العالم العربي ومن لندن إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث شهد العام 2015 زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب كما شهد سموه إعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل هناك ليتوقف سموه بعدها لتوقيع النسخ الأولى من كتابه تحت راية الاحتلال باللغة الألمانية أما في العاصمة برلين كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد شهد هناك تواجدا هاما في متحف الفن الإسلامي كما شهد سموه في مدينة ماينس الألمانية زيارة القسم الإسلامي في متحف جوتنبرغ الذي كان لسموه هناك إسهامات هامة ختام زيارات صاحب السمو حاكم الشارقة في العام 2015 إلى قارة أوروبا كانت في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في المعرض الدولي للفنون في بينال الشارقة وذلك في مدينة أرسنل بإيطاليا وهو البنال الفني الذي كانت للشارقة فيه بصمة مميزة جسدتها الشيخ حور بن سلطان القاسمي من خلال مجسمات المعارض في الإمارات منذ العام 1980 حتى يومنا هذا ليشهد العام 2015 نقلة ثقافية تضاف إلى إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة للإنسانية جمعا